السلام عليكم أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لأقوى الأبراج وأكثرهم شجاعة لديه ابتسامة كالسحر قادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حوله فهو شخص قيادي بالفطرة أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الحمل الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدود على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب تتلاقي رقم الواتساب تحت سفل الفيديو في صندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى لصديقنا المولود برج الحمل احذر من أحد الأشخاص المقربين من حولك سيحاول خداعك ونصب عليك بمبلغ مادي هذا الشخص أنت ما كنت تقصر معه دائما كنت تساعده وتمده بيد العون هذا الشخص رح يبدل إحسانك في الإساءة فشيل الغباش عن عيونك واعرف صديقك من عدوك وعشان أقرب لك إياه يا صديقي يا برج الحمل هو من الأبراج الترابية هناك بعض الخلافات بينك وبين أحد أفراد العائلة ونقاشات حادي حاول ضبط أعصابك قدر المستطاع عشان تقدر تسيطر على الأمور من حولك ولا تأخذ الأمور باندفاع وخصوصا أن هناك أشخاص يحاولوا صب الزيت على النار وهدفهم يصير فتنة بينك وبين أفراد العائلة استكثرون من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن سيكون أغلب هذه السفرات زيارات للأقارب وللأصدقاء ستتلقى العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة وتزداد نشاطاتك وأيضا يزداد حب الناس إلك وخصوصا أنك بتكون بهذه المناسبات رائع جدا في قمة الجمال والأناقة وصوتك الرائع جدا كالموسيقى أما الأشخاص الملعازبون أو المنفصلون اتجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم مليئة في العقبات والعراقيل دائما يا أصدقائي ما بعد الضيق إلا الفرج وما في طلعة إلا في قبالها نزلة استلتقي بشخص على طريق مواقع التواصل تتعرف عليه استعجب به كثيرا وتشعر أنه هو نصك الثاني الثاني وهو يبادلك نفس الشعور يعني في عندك حب جديد يا صديقي يا برج الحمل وأيضا سيعود لك شخص من الماضي كانت تربطك فيه علاقة رائعة جدا سيحاول أن يتواصل معك ويعيد الأمور إلى ما جريها مثل ما كانت في السابق اعلم يا صديقي يا برج الحمل لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أنك تضيع أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى تضيع فرص كنت ستحصل عليها عاطفية بالفترات القادمة وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزيان